أنا أريد خبريك حابتن دياء إن الكالوس كيروش يددكوا تكلفات إن أنتم موجودين في تدريبات الاندية خبر دا صحيح؟ صحيح وابتدناه هاي وإحنا هو عايز يعمل حصار لكل اللعيبة كل اللعيبة اللي كانت معنا واللي مش معنا حصار إن الناس كلها تعرف إنه ممكن أنا يجي من بعيد ممكن كريم يجي من بعيد عظم مرتاج إنه بيجتهد إنه هو يبقى له دور كبير جدا في الماشين دور وده اللي إحنا بنعمله من خلال كلامنا مع المدربين وكلامنا بزيارتنا ونروح المنشوات ونروح التدريبات طيب كابتن دياء أنا حزار لأن معندناش وقت أه أنا سألتك السؤال ده عشان أمني عليه سؤال تاني أنا ملاحظ من الاختيارات من اللعيبة اللي ابتلع بحنا شوفنا في كالس وهم الأفريقية أي لعب كان بينزل يشارك كان بيقدّ بشكل رائع جدا حسيت وده نجاح الحمد لله آه أنا هقول لك بقى أنا حسيت أنا حسيت إنه فيه شغل علمي بيشتغل بيه كله سكروش والجهاز كله إنه إحنا بنشتغل على أمور فنية ونشتغل كمان على الاستاتيستيكس والأركام اللي لعبين ديت ومجهودهم الكلام اللي أنا حسيته ده حقيقي بيحصل؟ واكتر كمان واكتر وطبنا بقى عشان إحنا بنتلسع عشر ساعات جوه الأودة ما بنطلعش إلا مفرفرين عشر ساعات؟ آه بنعمله بنعمله على طول طول الوقت طول الوقت لك أنت تخيل آه يعني حاجة جزئية بسيطة جدا إنته تبقى مخلص ماتش فيه كل الخماعات من المية وعشرين ديئة وأول ما ترجع بعد العاشق تخش الأودة ببتدي تشتغل على الماتش اللي جاي الأول تشتغل على الماتش اللي إحنا العبناء لسه مخلصينه ونشوف ونطلع الحاجات ويتقطع بسرعة بعد كده زيبتدي يشتغل على اللي جاي فلا الراجل زي ما أنا قلت مدرسة تدريبية ماشي على الأرض وأنا عن نفسي يعني سعيد جدا أنا بستفيد منه استفدت جدا من محمد شاوي مشروع مدرك كبير سامر حاضري مشروع مدرك كبير وائل مشروع إداري كبير فأنا بقول ده لأنه سعيد بيهم لأنه العمل الجماعي ده أنا مؤمن أن العمل الجماعي هو اللي طلع لك المشاريع اللي في البلد دي والإرادة طبعا الإرادة أنك تشتغل في وسط إذا كان في صعوبات إقامة في صعوبات نقطة في صعوبات مش عارف إيه أنك تركز في شغلك وتشتغل هتمتج شكرا